أهم الغارات التي تتخذ في هذه الجمعية هو أطفاء الخسائر التي ملت بها الشركة في عام 2014 وزيارة رأس المال إلى مبلغ 10 ملايين و600 ألف دينار كويتي وهذا ستكون انطلاقة حقيقية للشركة والآن الشركة إن شاء الله بس مجرد انتهاء جراءات القانونية مع الجهات المختصة سوف تكون هي من الشركة الأولى في الكويت اللي ما عليها خسائر ولا عليها مخصصات مع باقي الشركات الأخرى نظرا لهذا الأمر والحدث المهم الذي حدث في هذا اليوم يعني هل بعد هذه الجمعية المهمية وبعد الموافقة على إدفاء الخسائر وأيضا زيادة رأس المال هل تكون أولى تكافل يعني عدت من الأزمة ولا توجد مشكلات بالنسبة لها في المستقبل خاصة مع عملية الإدراج التي ذكرت في الصالب الحمد لله رب العالمين كل المشاكل اللي كانت في 2014 وما سبقها طويت الآن الحمد لله رب العالمين نتطلع على العام 2015 والأعوام الأخرى إن شاء الله بفكر أفضل إن شاء الله ولكن كما تعلمين هاي تجارة يعني ضربة تصير شيء يصير أنا نتعامل مع الخطر شركات التأمين تعاملها مع الأخطار ولكن الحمد لله رب العالمين كل شيء قاعد يناخذ إن شاء الله مدروس الشركة الحمد لله تتعامل مع أكبر معيدين في العالم معيدين التأمين والحمد لله رب العالمين شركة بنمو وأخصات زايد خلال الأخلات السنوات الماضية والحمد لله رب العالمين نتوقع إن شاء الله أن نكون في هذه المرحلة متأكد أن الحمد لله رب العالمين الشركة حققت الميزانية التقديرية المطلوبة منها كمدارة تنفيذية فالحمد لله رب نسعى بخطة سريعة وواضحة لتحقيق الهنف إن شاء الله وماذا عن الشركة التابعة لكم في المملكة العربية السعودية التي كانت أصلا هي سبب الخسارة ماذا تم فيها يعني والسبب الحقيقي في الخسارة كما تفضلت مدام نجوة هو استثمارنا في شركة وقاية للتأمين وعادة التأمين في المملكة العربية السعودية وما مني به السوق السعودي بشكل عام شركات التأمين التي أصابها الضرر في عام 2014 عام ميزانيات 2013 نحن الآن الحمد للرب العالمين عندنا المهلة الممنوحة لنا من مستة النقد العربي السعودي سامة لغاية 36 لتقديم ميزانية العام 2013 وكذلك ميزانية الأرباع الثلاثة في عام 2014 وإن شاء الله عندنا إن شاء الله اليوم نستلم الميزانيات إن شاء الله من مكتب التدقيف وعندنا اجتماع إن شاء الله من تسدارة غدن إن شاء الله وإن شاء الله نقدم الميزانيات المطلوبة من عندنا مع المزدن سبلان وجميع سامة ركوايرفنس مطلوبات سامة إن شاء الله في اليوم المحدد بإذن الله يوم 36 إن شاء الله ولكن وقاية هي تكبغت خسائر في المملكة العربية السعودية ما يضمن لكم إنهم في المستقبل لنتتكرر نفس الشيء خاصة يعني أنه الظروف لم تتغير كثيرا في ظروف تغيرت الآن رح تكون دافع إن شاء الله لتجنب لبعض الأخطار وبعض الخسائر ومن أهمها هو انتقال اللوس ريشو منسبة الخسارة من عميل لعميل لا ينتقل إلا بهذا الأمر هذه من ناحية من ناحية ثانية صحوة العامة التي تتمتع فيها الآن المملكة العربية السعودية بالريغوليتر أنا أعتقد رح يكون السوق السعودي من أسواق الصحية في المنطقة وأكبر سوق الآن والشركة كما تعلمين تتمتع الحمد لله بتواجدها في أكبر سوقين السوق التركي عن طريق شركة نيوفا حصتها 35% مع بدي التمويل لكويتي حصتها 65% وشركتها التابعة وكذلك حصتنا 20% إحنا كأملكة كفيرستا كافل مع شركة من شركات القروب تملك حوالي 5% مع عدد الشركات الثانية من الشركات ذات العلاقة مع كويتية 38% وبالتالي نسبة 30% إن شاء الله من الجانب الكويتي و70% إن شاء الله بعد زادة راس المالة تفعيلة رح تكون انطلاقها هم جديدة إن شاء الله لشركتنا في وقايا بإذن الله